تعالوا بقى نتكلم على موضوع تاني كابتن محمود الخطيب كرم بالامس المدير الفني الاسباني للفريق الاول لكرة اليد الرجال والثنائي المحترف رفايال كابوتلي وكاسيو ماركيز بعد طبعا مساهمتهم مع الفريق خلال المشاركة في بطولتين السوبر الافريقي وكأس الكؤوس الافريقية المقامة بالنيجر وده طبعا قبل ما كل واحد فيهم حيسافر الى بلده لقضاء فترة الاجازة هناك وتأكد بالفعل غيابهم عن حفل تكريم فرق اليد والسلة والطائرة الذي سيقام خلال الفترة المقبلة طبعا التكريم ده ما فيش زر تشك في انه التكريم مستحق جدا بعد كل حاجة قدموها من جهد وعطاء توج في النهاية بفوز الفريق بلقب بطولة كأس السوبر الافريقي والتأهل الى بطولة كأس العالم للاندية سوبر جلوب اللي هتقام ان شاء الله في المملكة العربية السعودية واهدى كابتن الخطيب كل منهم درع وعالم النادي وبالمناسبة كمان ادارة النادي كانت خررت تكريم فرق النشاط الرياضي اللي حصلت على العديد من البطولات هذا الموسم واقامت احتفالية كبيرة للاحتفاء باللعبين وايضا بالاجهزة الفنية والإدارية والطبية وفي المقدمة بطبيعة الحال الفريق الاول لكرة السلة رجال اللي شارك فيه خمس بطولات وفاز بيها كلها وسجل رقم قياسي اكيد بيحسب ليه الجهاز الفني ولكل اللعبين كمان الفريق الاول لكرة طايرة رجال فاز ببطولة افريقيا الاخيرة التي كانت مقامة في تونس على مدار الاسبوعين الماضيين والفريق الاول لكرة اليد رجال اللي فاز ببطولة السوفر الافريقي وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للاندية المقرر اقامتها ان شاء الله في المملكة العربية السعودية حاجة تفرح وحاجة تشارك سألك على حاجة تاني دي هتبقى تحت بند الدعم النفسي أو الدعم المعناوي لما انت تكون تلاقي شخص أو تلاقي جهة بالذات لو انت بتشتغل مثلا وتلاقي الجهة بتقدر كل مجهود انت بتعمله ده بيفرق جدا بعد كده في اداءك كمان يعني الواحد بيحس ان هو لما انت مش بتستنى حاجة من حد بس الدعم المعناوي لأي انسان احنا بشر بيفرق بشكل كبير جدا اللي بيحصل ده شيء محترم جدا وبيحصل في النوادي الكبيرة يعني لو جيت شفت اللقطات زي كده حتلاقيها في النوادي الكبيرة بس في العالم هي اللي بتحصل هذا التقدير هذا التكريم لأي مجهود طبعا احنا بنشوف رياضات المختلفة في نادي الاهلي مؤخرا حتى اللي ما كانتش بتحصد على بطولات في المواسم اللي فاتت تبتدت تقف على رجليها مرة تانية حاجة بجد تفرح فخطوة اكيد محترمة جدا من النادي الاهلي